اشتركوا في القناة 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 تعالوا بنا عزيزات طلبة نبدأ حلقة اليوم وحلقة اليوم نتطرق فيها للفطريات الامراض اللي بتسببها الفطريات الاسقية تعالوا ناخد بقى اول حاجة اللي هي المميزات العامة للفطريات الاسقية اول حاجة الميسيليم فيها بيكون مقسم يعني مقسم بجدر عرضية تتكاثر لها جنسيا اثناء نموها على العقل النباتي بالجراسيم الكونيدية وبتتكاثر جنسيا بالجراسيم الاسقية اللي هو باسم الفطر زي ما انا معودكم بنقسم الفطريات الاسقية اللي خسمين يا ولاد اللي هو الفطريات الاسقية البدائية والنوع التاني اللي هو احنا بنقول عليه طائفة البليكتو مايسيتات تعالوا ناخد بقى ايه اول مرض في حلقة اليوم بتسببه الفطريات الاسقية اللي هو العفن الاسود في البصل المسبب بتاعه بيكون فطر اسمه اسبراجيلا سنيجر المظروف الملامة لانتشار المرض درجة الحرارة المرتفعة والرطوبة العالية وطريقة الاصابة بتكون عن طريق جروح اثناء عملية التخزين طبعا ده مرض كل البيوت المصرية بتتعرض ليه والمخازن اللي بتخزن البصل ليه لانه بتبقى نسبة الرطوبة في الابصال بتكون عالية وبتقدي الى حدوث المرض سواء داخل المخزن او في البيوت او في المنازل الاعراض بتكون عبارة عن ايه ظهور مسحوق اسود اللون عبارة عن جراسيم الفطر والابصال المصابة بتكون ابصال مشوهة المكافحة زراعة اصناف مقاومة تكفيف الابصال جيدا قبل التخزين عشان ده بتقدي لحدوث الرطوبة العالية بتقدي لحدوث المرض التخزين في مخازن جافة وباردة والتخلص من الابصال المصابة ومنع احداث الجروح ومقاومة الحشرات اللي بتسبب هزي الجروح زي حشرة زبابة اللي ايه البصل المرض التاني اللي هو اعفان سمار الموالح البنس اليومي اعفان سمار الموالح البنس اليومي برضو المسبب بتاعه فطر اسم سبراجيلا سنيجر والظروف الملامة لانتشار المرض درجة الحرارة المنخفضة والرطوبة العالية والحمودة المرتفعة وطريقة الاصابة بتكون عن طريق الجروح اثناء الجمع والتداول وزي ما انتم شايفين دي صور مختلفة لعفان سمار الموالح اللي في الصورة على الكبير ده ده العفن الاخضر والنوع التاني اللي هنا ده ده العفن اللي ايه الازرق الاعراض اعمل لكم وقارنة بينهم اللي هو في العفن الاخضر بتكون وجود منطقة عريضة غير منتظمة لونها ابيض من مايسيليا من الفطر طبعا زي ما انتم شايفين منطقة عريضة كبيرة جدا اهو ووجود منطقة لونها اخضر عبارة عن جراسيم الفطر العفن الازرق بتكون المنطقة ضيقة زي ما انتم شايفين هالة بسيطة ضيقة اهو منتظمة وبيكون لونها ابيض من مايسيليا من الفطر ووجود منطقة لونها ازرق عبارة عن جراسيم الفطر المكافحة لسمار اعفان الموالح زراعة اصناف مقاومة عدم جمع السمار وقت الندى او سقوط الامطار لانتو عارفين انه الفطر بيفضل الرطوبة العالية فانا امنع وممكن يجيلك سؤال عالي في الجزئية دي لا يفضل جمع سمار الموالح اثناء سقوط الامطار او وجود الندى هتقول لانها تصاب بشدة بمرض عفن سمار الموالح البنس اليومي العناية التامة عند جمع السمار وتعبئتها تطهير السمار بعد جمعها باحد المطهرات الموصة باستعمالها من قبل وزارة الايه الزراعة تعالوا بقى ناخد جزء مهم جدا جدا اللي هو امراض البياض الدقيقي خلي بالكم في فرق بين امراض البياض الدقيقي وامراض البياض الزغبي امراض البياض الزغبي قلنا العرض الرئيسي بتاعها وجود بقع صفراء اللون على السطح العلوي للأوراق يقابلها على السطح السفلي نموات زغبية لونها ايه ابيض هنا في البياض الدقيقي البقع الدقيقي او المسحوق الدقيقي اللي هو عبارة عن جراسيم الفطر بتبقى موجودة على سطحي الورقة اللي هو السطح العلوي والسطح الايه السفلي تعالوا ناخد المميزات العامة لفطريات البياض الدقيقي اول حاجة اللي هي حتلاقوها شبه مميزات العامة للفطريات الاسكية الميسيليا مقسم بتتكاثر لها جنسيا اسنان نموه على العقل النباتي بالجراسيم الكنودية بتتكاثر جنسيا بالجراسيم الاسكية بتتطفل سطحيا يعني على الخارج على العقل عادة جنس اللي هو البياض الدقيقي في الخرشوف اللي احنا بنوع عليه جنس ده داخل التطفل خمسة فطريات متخصصة كل نوع بيصيب نوع معين من النباتات الحوامل الكنودية بتكون غير متفرعة عادة جنس لفليولا الحوامل الكنودية فيه بتكون متفرعة الاول مرض هناخده البياض الدقيقي فيه القرعيات القرعيات اللي بتشمل الخيار والكوسة والبطيخ وكل دي انواع معينة من القرعيات المسبب فيها بيكون فطر اسكي والظروف الملامة لانتشار المرض درجة حرارة مرتفعة ورطوبة عالية ركزوا بقى درجة حرارة مرتفعة ورطوبة عالية الاعراض زي ما نقول لكم من شوية وجود بقع دقيقية المظهر على سطحي الورقة اللي هو سطح العلوي والسفلي تتحول هذه البقع الى اللون البني وبتجف في نهاية الموسم وبتتحول الى اللون الايه الاسود اتنين موت الاوراق وصغر حجمها مما يؤدي الى قلة المحصول انتوا عارفين انه الاوراق في النبات بتمثل المصنع اللي بيتصنع فيه الغذاء النبات اللي هو عملية البناء الايه الضوء في البلاستيدات الخضراء هذه البلاستيدات الخضراء اذا تم اتلافها بمسبب مرضي بيؤدي ذلك الى قلة المحصول وعدم قيام النبات بعملية البناء الايه الضوء ودي امثلة زي ما انتم شايفين الصور عندنا ده البياض الدقيقي ده سطح الورقة وعليه مسحوق دقيقي على سطح الايه الورقة النوع الثاني الباضي الدقيقي في القرعيات المسبب فطرة اسقي طرق انتشار المرض الرياح والحشاش والمخلفات النباتية وحناخد بقى المكافحة زراعة اصناف مقاومة اتباع الوسائل الزراعية الصحيحة زي ازالة المخلفات النباتية بعد كده تجنب زيادة الرطوبة عشان هو بحب الرطوبة العالية رش او تعافير النباتات بالمطائرات الفطرية الموصبها من قبل وزارة الايه الزراعة البياض الدقيقي في العنب هتلاقوا البياض الدقيقي في العنب او البياض الدقيقي في القوخ او ايا كان العائل اللي هيصيبه البياض الدقيقي هتلاقوا الاعراض متشابهة وطرق المكافحة متشابهة فانتوا تركزوا على نوع معين وتحفظوا الاعراض بتاعته وحتلاقوا كل الموضوع بالنسبة لكم سهل بعد كده الظروف الملامة رطوبة عالية زي الفات وكسافة الزراعة عشان كل ما كانت الزراعة كسيفة كل ما ادى ذلك الى حدوث زيادة في نسبة الرطوبة وزيادة في شدة الاصابة المرض ده بينتشر عن طريق الرياح والمايسيليم الساكن في الأفرع وفي البرع ممكن يجي لك سؤال عالي في الجزئية دي يقول لك عالي اللي ما ياتي ضرورة التخلص من نواتج تقليم العنب بعد انجراع عملية التقليم هتقوله لانها تعتبر مصدر للاصابة بالبيض الدقيقي في الموسم السابق اللي هي الميسيليم الساكن في الأفرع والبراع العراض زي ما اخدناها برضو في البيض الدقيقي في القرعيات ووجود بقعة بيضاء دقيقية المظهر على سطحي الورقة تتحول هذه البقعة لللون البني وتجفى في نهاية الموسم تتحول لللون الاسود العراض الثاني موت الأوراق والأخصان والأزهار والاستمار وتشوهها وسقوطها وصغر حجمها بيودي ذلك ايضا الى قلة فين في المحصول طبعا زي ما انتم شايفين ده أوراق عنب مصابة بالبيض الدقيقي وده سمار عنب مصابة بالبيض الدقيقي هناخد المكافحة زراعة أصناف مقامة متشابهة زي ما انا قلت لكم المكافحة في البيض الدقيقي هتلاقي كلها شبه بعضيه جمع الأوراق المصابة وتقليم الأفرع المصابة وإعدامها رش أشجار العنب أربع مرات بالكابريت القابل للبلل بتركيز واحد في المية أو الكابريت الماكروني بتركيز ربع في المية بأحد المطاهرات المصابة بها من قبل وزارة الزراعة أربع رش بزيت معدني بنسبة اثنين في المية بيوضف ليه مبيض حشري كعلاج مشترك للمرض وحشرة البق اللي ايه الدقيقي في العنب بعد كده البغض الدقيقي في الورد المسبب في طر أسقي ظروف الملامة جو الدافي والرطوبة العالية العراض زي ما قلت في البغض الدقيقي في القابل كده وجود بقع بيضاء دقيقية المظهر على كلا سطحي الورق اللي هو سطح العلوي والسفلي ثم تتحول هذه البقع إلى اللون البني وتجف في نهاية الموسم وتتحول إلى اللون الأسود ده استنبا تحفظوها دي العراض الرئيسية لأمراض البيض اللي ايه الدقيقي العراض الثاني وجود بقع على الورقة بيتحول لونها إلى اللون الإردواني وبتجف وتسقط تشوه البراعم الزهرية والفروع الغضة البيض الدقيقي في الورد زي ما انتم شايفين اهو دي عراض المرض على الأوراق وعلى البراعم الزهرية زي ما انتم شايفين في الصور اللي معنا بعد كده البيض الدقيقي في الورد المكافحة زراعة أصناف مقاومة تقليم شجائرات الورد في الشتاء والتخلص من نواتج التقليم علل لأنها تحتوي على ميسيليا من الفطر الساكن لمرض البيض الدقيقي في الورد يبقى انت كده خدت الفول مارك أو الدرجة ايه كاملة رش شجائرات الورد بأربع مرات بالكابريت القابل البلل واحد في المية او الكابريت المايكروني بمعدل ربع في المية او بأحد المطاهرات الفطرية الموسى بيستعملها من قبل وزارة الزراعة البغض الدقيقي في الخرشوف ده تطفوله داخلي والحوامل الكندية بتكون ايه بتكون متفرعة المسبب فطرة أسقي ظروف الملامة جوه دافئة ورطوبة عالية وجوء العراض ووجود بقع دقيقية المظر على كلا سطحي الورقة ثم تتحول هذه البقع الى اللون البني وتجفي في نهاية الموسم وتتحول الى اللون الاسود كسر حامل النورة نتيجة شدة الاصابة ثلاثة ظهور نقط صوداء غائرة في نهاية الموسم عبارة عن أجسام الفطر السمرية المكافحة زراعة أصناف مقاومة الرش باستعمال المراكبات النحاسية او احد المطاهرات الفطرية الموسى باستعمالها من قبل وزارة الزراعة ويمكن الرش بها كل 15 الى 20 يوم وده صور عندنا بتبين الحوامل اللي هي متفرعة زي ما انتوا شايفين وعندنا ده أوراق مصابة وده سامرة الخرشوف البعد الدقيقي في الخوخ المسبب ايضا فطر أسكي ظروف الملامة رطوبة العالية وتزاحم الاشجار والاعراض نفس الاستنبا وجود بقع دقيقية المظهر على كلا سطحي الورقة ثم تتحول هذه البقع الى اللون البني وتجف في نهاية الموسم وتتحول الى اللون الاسود تجاعد الاوراق وتتلون بلون اسمر او اسود وجود بقع بيضاء على السمار بتقدم الاصابة هذه البقع البيضاء بتتحول الى لون الاسمر ثم تجف وتسقط ويتشوه ايه شكلها طبعا ده صور برضو بتبين على السمار البيض الدقيقي في الخوخ مصادر العدوى الجراسيم الاسكية مايسيليم الفطر الساكن في البراعم والمكافحة زراعة اصناف مقاومة التخلص من نواتج التقليم وحركها الرش باستعمال المراكبات النحاسية او باحد المطاهرات الفطرية الموصى بها من قبل وزارة الزراعة ويمكن الرش بها مرتين او تلاتة على حسب شدة الاصابة يعني لو كانت الاصابة عندي شديدة حرش مرتين لو كانت الاصابة عندي شديدة حرش تلات مرات لو كانت الاصابة عندي متوسطة او منخفضة حرش ايه مرتين البغض الدقيقي في المنجو ده اخر نوع معنا في امراض البغض الدقيقي المسبب فطر اسخي وظروف الملامة لانتشار المرض تزحم الاشجار وزيادة الرطوبة والاعراض وجود بقع دقيقية المظر على كلا سطحي الورقة تتحول هذه البقع للون البني في نهاية الموسم يتحول لونها للون الاسود جفاف الاوراق والشماريخ الزهرية وسقوطها سقوط السمار الصغيرة وتشوه السمار الكبيرة المكافحة زراعة اصناف مقاومة رش الاشجار بالكابريت القابل البلل تركيزه واحد في المية او الكابريت المايكروني تركيزه ربع في المية او باحد المطاهرات الفطرية المصب استعمالها من قبل وزارة الزراعة ودي طبعا صور بتبين اعراض الاصابة ادل الشمراخ الزهري مصاب وهنا الاوراق عليها بقع دقيقية المظهر على كلا سطحي الوراق المرض اللي بعد كده اللي هو العفن الكطني او الاسكلوروتيني في الخضر وده المسبب بتاعه فطر اسكي والاعراض ظهور نموه كطني زي ما انتم شايفين في الصورة هو على دي سمرة جزر عندنا هو وده فلفل مصاب بالعفن الكطني في الخضر ظهور نموه كطني كسيف يغطي النباتات والسمر المصابة ظهور نقط سوداء بتبقى عبارة عن الاجسام الحجرية على النموه الكطني المكافحة زراعة اصناف مقاومة خلي بالكوا زراعة اصناف مقاومة اكتبوها في اي مرض هتلاقوا الاجابة بتاعتك صحيح اتباع دورة زراعية مناسبة غمر التربة بالماء عدة اسابيع قبل الزراع يقال للاصابة ممكن يجي لك سؤال علد ليه بغمر التربة بالماء عدة اسابيع قبل الزراع هتقول له لانه ذلك يعمل على القضاء على الاجسام الحجرية الموجودة تحت سطح التربة تعقيم التربة بالتعقيم الشمسي برضو بيؤدي لقاتل الاجسام الحجرية وتقليل الاصابة معاملة التربة بالمبادات قبل الزراع او مع ماء الري بعد الزراع ازالة النباتات المصابة من الحقل اولا باول وحرقها قبل تكوين الاجسام الحجرية تعالوا بينا ناخد بقى الباب الرابع وبيتطرق الى الامراض اللي بتسببها الفطريات البازدية خلي بالكم معايا الجزئية دي الفطريات البازدية هي الفطريات اللي بتتكاثر جنسيا بتكوين الجرسيم البازدية ولا جنسيا بتكوين الجرسيم التلاتية بتشترك الفطريات البازدية مع الفطريات الاسكية في انه لالتنين بيكون ميسيليم مقسم وتختلف عن بعضها في نوع التكاثر الجنسي الجرسيم الاسكية بتتكاثر جنسيا بوسط الفطريات الاسكية بوسط تكوين الجرسيم الاسكية والفطريات البازدية بتتكاثر جنسيا بواسط تكوين الجراسيم البازيدية وقلت المايسيليم في الاتنين بيكون مايسيليم مقسم والتكاثر اللاجنسي في الفطريات الأسكية بواسط الجراسيم الكونيدية بينما في الفطريات البازيدية الجراسيم المتكونة أو الأكثر انتشارا بنقول عليها الجراسيم التيليتية تعالوا بقى ناخد مقارنة بين الفطريات الأسكية والبازيدية هنا المايسيليم غازير ومقسم ومتفرع الفطرات البازيدية برضو الماسيليم غزير ومقسم ومتفرع جراسيم الجنسية أسقية هنا جراسيم الجنسية بازيدية هنا بتتكون داخليا بينما هنا بتتكون خارجيا جراسيم اللاجنسية بتكون عبارة عن جراسيم كوندية وأكثر انتشارا بينما في الفطرات البازيدية جراسيم اللاجنسية بتبقى كوندية وأقل إيه وأقل انتشارا تعالوا بينا ناخد بقى أهم الأمراض اللي بتسببها الفطرات البازيدية عندنا نوعين من الأمراض يا أولا أمراض بنقول عليها أمراض التفاحمات والنوع التاني بنقول عليها أمراض الأصداء هناخد أول حاجة أمراض التفاحمات طيب في سؤال عالي ممكن تتعرضه في الامتحان وخصوصا الطلبة بتاع نظام الخامس سنوات يقولك تعتبر فطريات التفاحم من الفطريات المهمة اقتصاديا الإجابة نظرا لإصابتها للجزء الاقتصادي من النبات وهو السنابل بسببة خسار اقتصادية كبيرة للايه المحصول برضو في سؤال تاني لماذا سميت فطريات التفاحمات بهذا الاسم من اسمها تفاحمات يعني بقى نظرا لأنها تكون كتل جرسومية سوداء على الأجزاء المصابة من النبات العائل أول حاجة هناخدها اللي هي الخصاص العامة لفطريات التفاحمات أول حاجة زي الفطرات البازدية برضو أول حاجة كبارية التطفل ولكن أمكن تنميتها حاليا على بيئة صناعية تطفل بكون داخلي وبتمتص غزاها بواسط الممصات والممصات زي ما قلت لكم في بداية الحلقات اللي فاتت إحدى العلامات المرضية اللي هي بتدل على وجود المسبب المرضي وبتدخل عن طريق الصغور وبتختارق الخلايا وبتمتص العصارة بتاعت الخلايا النباتية تتكاثر لها جنسيا بواسطة تكوين الجرسيم التليتية وبتتكاثر جنسيا بواسطة تكوين الجرسيم البازدية دورة حياة فطريات التفاحمات بتكون دورة حياة قصيرة أو بسيطة نسبيا بالمقارنة بدورة حياة الأصداء تتكون من طورين الطور التليتي والطور البازيدي بينما في فطريات التفاحمات تتكون من خمس أطوار متتالية نقولهم مع بعض كده بالترتيب الطور الباكني، الطور الأسيدي، الطور اليوريدي وبعدين الطور التليتي وآخر حاجة اللي هو الطور البازيدي طرق الإصابة بفطريات التفاحمات تركزوا بقى معايا في طرق الإصابة بفطريات التفاحمات فطريات التفاحمات عندي ثلاث طرق للإصابة بفطريات التفاحمات الطريقة الاولى بنقول عليها اصابة موضعية ده المثال اللي عندنا التفاحم العادي في الزورة الشامية النوع التاني اللي هي اصابة ازهار ده المثال اللي عندي اللي هو التفاحم الساب في القمح زي ما انتم شايفين في الصور دي الاعراض الاصابة هي والنوع الاخير اللي هو اصابة البادرات يعني هسيب النبات في طور البادرة والمثال اللي عندي تفاحم المغطى في القمح والشعير والتفاحم اللوائي في القمح هناخد اول مرض اللي هو التفاحم الساب في القمح المسبب فطر بازيدي وطريقة الاصابة اصابة ازهار الظروف الملامة لانتشار المرض درجة الحرارة المنخفضة والرطوبة العالية الاعراض بقى لازم تعرفوا الاعراض دي كويس جدا علشان انت لو مش قلتها يبقى معنى كده ان انت اجابتك نقصة تحول جميع محتويات استنابل الى كتل من جرسيم الفطر السوداء اللون ولا يتبقى من السنبولة الا المحور بتاعها يعني الحبوب كلها بتتحول الى مسحوق اسود اللون تعالوا نشوفها مع بعض هنا تحول جميع محتويات استنابل الى مسحوق اسود اللون من جرسيم الفطر التلتية ولا يتبقى من السنبولة الا محورها مصادر العدوى وجود حبوب مصابة بداخلها مايسيليا من الفطر ولذلك هتلاقي في المكافحة الزراعة التقاوي سليمة داخل جنين اللي الحبة الاعراض زي ما انتم شايفين دي صور مختلفة لاعراض الاصابة بالتفحم الساب في القمح السنابل كلها متحولة لكتل سوداء اللون من جرسيم الفطر الايه التلتية ولا يتبقى من السنبولة الا محورها دورة حياة التفحم الساب في القمح بتحدث الاصابة نتيجة زراعة التقاوي تحتوي على مايسيليا من الفطر الساكن حيث تحدث العدوى في موسم وبتظهر اعراض الاصابة في موسم ايه التالي وهذا يصعب من استنباط اصناف جديدة مقاومة للمرض مقارنة بما يحدث فيه فطرات الايه الاصداء زي ما انتم شايفين في الصورة دي عندي البادرة بيبقى فيها الميسيليا مستاكن ثم بينبط مع انبات البادرة وبيصيب بعد ذلك الايه النورة او السنبولة وبعد كده بيسكن داخل الحبوب ويكرر الايه الاصابة المكافحة بقى ركزه في مكافحة التفاحم الساب في القمح زراعة اصناف مقاومة زراعة تقوي سليمة مأخوزة من حقول لم تظهر بقى الاصابة المرور في الحقل من وقت الاخر ودامع السنابل المصابة في اكياس من الورق باحتراس وذلك حتى لا تنتشر الجراسيم ثم تعدم هذه السنابل المصابة رابع حاجة للعلاج بالماء الساخن خلي بالكم بقى من الجزئية دي العلاج بالماء الساخن يعني اعمل ايه يعني اجيب التقاول اللي انا هزرعها وانقعها لمدة اربع ساعات في ماء عادي درجة حرارته عادية ده بيعمل ايه ده بيعمل على تنشيط الميسيليا مستاكن داخل الحبوب بعد كده ااخد الحبوب بعد نقعها في الماء لمدة اربع ساعات وابدأ احطها او اعرضها لماء ساخن درجة حرارته 52 درجة موية لمدة 10 دقائق هذه الدرجة وهذه المدة بتكون كفيلة بالقضاء على ميسيليا من الفطر اللي تم تنشيطه عند وضع الحبوب او وضع البزور الحبوب القمحة في ماء عادي خلي بالكم درجة الحرارة تحفظها كويس جدا 52 مزيتش عن كده لانه لو زادت عن كده هتؤدي لقاتل جنين الحبة او قلت عن كده لا تؤدي لقاتل ايه الميسيليا من الفطر الايه السكن تطهير التقاوي قبل الزراعة باحد المطاهرات الفطرية الجهازية الموصة باستعمالها من قبل وزارة الزراعة او دائما شدت تقوله في اي مسبب مرضي فطري استعمال احد المطاهرات الفطرية الموصة باستعمالها من قبل وزارة الزراعة انا عندي مطاهرات فطرية كتير جدا عندي مطاهرات الكابريت مطاهرات نحاسية عندي امثلة كتير جدا فانت يعني والمبيدات او المطاهرات بتتكرر من او بتستحدث من سنة لاخرى فانت تقول ايه استعمال احد المطاهرات الفطرية الموصة باستعمالها من قبل وزارة الزراعة ويبقى انت كده في السيف سايد او في الامان التفاحم المغطى في الشعير خلي بالكم التفاحم المغطى حتتحول برضو محتويات السنابل الى مسحوق اسود من كتل جراسيم الفطر التليتية ولكن اللي بيفرق بينه وبين التفاحم السائب انه تحتفظ الحبة بالغلاف الخارجي لها يعني الفرق بين التفاحم السائب والتفاحم المغطى التفاحم المغطى بيحتفظ تحتفظ الحبوب بغلافها الخارجي بينما في التفاحم السائب بتتحول كل الحبوب الى مسحوق اسود اللون من جراسيم الفطر التليتية ولا يتبقى من السنبولة الا ايه محورها الظروف الملامة لانتشار المرض درجة الحرارة المنخفضة والرطوبة العالية الاعراض تعالوا نشوفها مع بعض تحول السنابل المصابة بتكون قصيرة وضامرة في الحج وبتتحول محتوية السنابل الى اللون الاسود وذلك نتيجة لتكون الجرسيم التليتية وبتظل الحبوب مغطاة بغلاف نصف شفاف بيزر من خلاله الجرسيم والصورة اللي هنا في قناتنا الجميلة جايبا لكم سنابل قمح مصابة بالتفحم المغطاة في القمح والشعير دورة الحياة لا تنتشر الجرسيم اثناء التنظير او النضب وعند الحصاد بتنكسر الحبوب المتفحمة وبتتوزع بقى الجرسيم وبتلوس الحبوب السليمة وعند زراعة هذه الحبوب الملوسة بتنبت هذه الجرسيم وبتعيد دورة الحياة المكافحة زراعة اصناف مقاومة تباعة طريقة زراعة العفير خلي بالكم ممكن تجي لك سؤال في الامتحان علل يفضل زراعة القمح والشعير بالطريقة العفير هتقوله لو انه الطريقة العفير تعمل على رفع درجة الحرارة وبيكون عمق التقاوي غير التقاوي بيكون على عمق على سطح التربة يعني بتكون غير عميقة مما يؤدي الى سرعة في الانبات والهروب من الاصابة بالمسبب اللي ايه المرض وتقليل الاصابة لازم تذكر اسم المرض وتقليل الاصابة بمرض التفحم المغطى في القمح والشعير زراعة التقاوي سليمة غير ملاوسة بجراسيم الفطر تطهير التقاوي قبل الزراعة باحد المطاهرات الفطرية الجهازية الموصب استعمالها من قبل وزارة الزراعة ثالث مرض هناخده اللي هو التفحم من نيتن في القمح او بقوله على التفحم بالمغطى او الخميرة في القمح كان يسبب هذا المرض خسار كبير لمحصول القمح في مصر ولكن اصبح غير اصبحت مصر غير مصابة بهذا المرض وذلك لنظرا لزراعة اصناف مقامة طريقة الاصابة اصابة بادرات عن طريق زراعة تقاوي ملاوسة بجراسيم الفطر والظروف الملامة لانتشار هذا المرض درجة حرارة منخفضة ورطوبة منخفضة او متوسطة الاعراض عند سحق الحبوب المصابة بين اصابع اليد بيظهر مسحوق اسود اللون وله رائحة السمك المتعفن ولذلك سميها بهذا الاسم اللي هو التفحم من نيتن في القمح وده الفرق بينه وبين التفحم المغطى في القمح التفحم المغطى عند سحق السنابل رائحة لا تكون لها رائحة السمك المتعفن بينما التفحم من نيتن في القمح بتكون رائحة السمك المتعفن والسنابل المصابة بتكون اقصر في الطول ولونها بيكون اغمأ من السنابل السليمة تحول محتويات السنابل الى اللون الاسود وذلك نتيجة لتكون جراسيم الفطر التلتية وبتظل الحبوب مغطى بغلاف نصف شفاف بيظهر من خلاله الجراسيم وده طبعا اعراض بالصور للتفحم من نيتن في القمح او التفحم المغطى او الخميرة ده حبوب مصابة هي عندنا دي سنابل مصابة بهذا المرض المكافحة زراعة اصناف مقامة قلنا نقولها في اي مرض يقابلنا اتباع طريقة الزراع العفير كلما امكن علشان بتقلل الرطوبة وبترفع درجة الحرارة وبتزود من نسبة الانبات مما يؤدي ذلك الى تقليل الاصابة بالتفحم المغطى او تفحم النيتن في القمح زراعة التقاوي سليمة غير ملوسة بجراسيم الفطر التبكير فيه الزراعة في منتصف شهر نوفمبر بيولاق من انبات النباتات ولا يولاق من انبات الايه جراسيم الفطر فتندوا النباتات من الاصابة تطهير التقاوي قبل الزراعة باحد المطاهرات الفطرية الجهازية الموصة باستعمالها من قبل وزارة الزراعة خلي بالك وكل ده حاجات متكررة معانا بعد كده رابع مرض اللي هو تفحم الحبوب في الزراعة الرفيعة المسبب فطر بزيدي طريقة الاصابة اصابة بادرات الظروف الملامة درجة الحرارة المنخفضة والرطوبة العالية واي عوامل بتؤدي الى تقليل سرعة الانبات العراض تحول معظم حبوب النورة الى كياس جرسومية مع وجود نتوء داخل كل كيس ايه جرسومي قصر النباتات المصابة وتبكر النورات او تبكر النورات المصابة في الظهور المكافحة تتبع نفس الطرق المكافحة التفحم المغاطة لزراعة اصناف مقامة تزراع بطريقة العفير وهكذا دي طبعا اعراض الاصابة لمرض تفحم الحبوب في الزراعة الرفيعة شايفين النورة كلها متفحمة ازاي؟ ودي جي طبعا جرسيم الفطر التليتية زي ما انتم شايفين التفحم الطويل في الزراعة الرفيعة المسبب بتاعه فطر بازيدي وطريقة الاصابة اصابة ازهار وظروف الملامة الجاو الدافي الجاف والاعراض تحول بعض خلي بالكم من بعض مش كل التفحم العادي كان كل انما هنا بعض تحول بعض حبوب النورة الى اكياس جرسومية طويلة مع وجود خيوط وده بتميز برضو الاصابة خيوط من انسجة العائل هناك كان نتوء هنا خيوط تحيط بكل كيس ايه؟ جرسومي قصر النباتات المصابة والنورات المصابة بتكون مبكرة فين في الظهور والمكافحة زراعة التقاوي سليمة مأخوزها من حقول سليمة وزراعة اصناف مقاومة بتوصي بها وزارة الزراعة ودي طبعا نورة زورة رفيعة مصابة بالتفحم الطويل المرض السادس اللي هو التفحم العادي في الزورة الشامية المسبب فطر بازيدي ظروف الملامة جو دافي نوعا طريقة الاصابة اصابة موضعية عن طريق الجراسيم الاسبرودية للفطر الموجود في الهواء التي تنتم من انبات الجراسيم الكلمدية الموجودة على الارض او على مخلفات الزورة كما انها تقاوم الظروف البيئة لغير ايه ملامة طبعا العراض زي ما انتو شايفين وجود اورام تفحمية شايفين الورم دي كلها اورام تفحمية ممكن الاورام دي تكون موجودة على الساق موجودة على الكوز بتاع الزورة نفسه عبارة عن كتل جرسمية سوداء بتوجد على اعضاء النبات المختلفة تكون محاطة بغشاء جلدي لونه ابيض يعني الكتل الجرسمية بتكون مغلفة بغشاء جلدي لونه ابيض المكافحة بيكتفى في مصر باقتلاع النباتات المصابة واعدامة للحد من انتشار المرض اما في البلاد الاجنبية فتقاوم بزراعة اصناف مقامة وليه؟ لان ذلك عدم نجاح تطهير التقاوى في المقامة نظرا لحدوث الاصابة عن طريق الرياح التفاحم الكاذب في النخيل وده اخر مرض هناخده فيه امراض التفاحمات المسبب في طريبازيدي والظروف الملامة لانتشار المرض الجو الراطب لذلك بينتشر في شمال الدلتا ممكن يقولك علل بيكسر الاصابة بمرض التفاحم الكاذب في النخيل في محافظة مثلا الداهلية او في محافظة الشرقية او في شمال الدلتا هتقوله الاجابة باختصار لانه يلائمه الجو الرطوبة العالية او درجة الحرارة المنخفضة وبينتشر هذا المرض عن طريق الرياح والاعراض صهور بقع صفراء صغيرة في البداية على جانبين الخوص وعلى الجريد بتاع النخلة تتحول بعد ذلك الى بصرات ذات لون اسود تكون بارزة فوق سطح الخوصة وتتكون بعداد ايه كبيرة وصفرار استعف وجفافه الاعراض زي ما انتم شايفينها في الصور هون بقع او بصرات موجودة على الخوص وعلى الجريد بتاع النخلة المكافحة زراعة اصناف مقاومة قطع استعف المصاب واعدامه لكي لا يكون مصدر للاصابة السنوية راش النخيل بعد هذا القطع ببعض المطاهرات الفطرية المناسبة تبقى لارشادات وزارة الزراعة هناخد بعد كده الامراض اللي بتسببها الفطريات البازدية اللي هي الاصداء خدنا التفاحمات خدنا التفاحم الساب في القامحة التفاحم المغطى التفاحم النيتن خدنا التفاحم الطويل التفاحم العادي في الزورة الشامية والتفاحم الكاذب في النخيل هناخد بعد كده امراض الاصداء وتركزوا فيها كويس جدا لان امراض الاصداء بتسبب خسار كبيرة جدا للمحاصيل الاقتصادية في مصر وخصوصا محصول القمح وانتوا عارفين ان احنا من اولى دول العالم في استراد القمح فلازم نتوسع في زراعة القمح توسع افقي او نتوسع في زراعة القمح توسع راسي عن طريق جراء عاملات التكسيف الزراعي او مقاومة المسببات المرضية اللي بتأدي الى نقص في المحصول امراض الاصداء انا عندي نوعين من امراض الاصداء او لا اصداء بنقول عليها صنقية العقل يعني بتقضي دورة حياتها على عائلين مختلفين عائل سنوي وعائل اساسي اللي هو المحصول الرئيسي والنوع التاني اللي هو اصداء وحديت العائل دي بتقضي دورة حياتها يعني من بداية الطور البكني وحتى الطور البازيدي على عائل ايه واحد زي صدق الكتان والفول والفصولية وهي حناخدهم دلوقتي بالتفصيل هناخد بقى هذه الرطبة بيتبع عدة اجناس بتسبب مجموعة من الامراض الخطيرة لكثير من المحصيل بيطلق عليها امراض الاصداء وسميت بهذا الاسم نظرا لانه الجراسيم بتاعتها بتكون على الاوراق في شكل بصرات لونها بيشبه صدق الايه الحديد وبيرجع لون الفطر والجراسيم الصفراء الى وجود قطرات دهنية داخل هيفات الفطر والجراسيم دي طبعا الحامل البازيدي لفطريات الاصداء الخصائص العامة اه اجبارية التطفل ولكن يمكن تنميتها على بيئات صناعية بتنمو في المسافات البيانية بين الانسجة العال ونادرا جدا بتكون داخلها ترسل ممصات داخل الخلال امتصاص غذاء النبات اللازم للفطر تتميز بعدم انتاج سمار بازيدية وجرسومة التليتية بتنبط بتكوين حامل بازيد مقسم بيحمل اربع جراسيم بازيدية بالكم من الرقم اربع جراسيم ايه بازيدية تمتاز بظاهرة التخصص الفيسيولودي يعني ايه تخصص الفيسيولودي يعني كل فطر بيتخصص فيه اصابة نوع معين من او صنف معين من اصناف النباتات دون ايه غيرها اه بتكون بصرات صفراء اللون او برتقالية او حمراء فيه اطوار معينة من دورة حياتها تتميز بظاهرة تباين الميسيليم يعني تباين الميسيليم يعني جزء من ميسيليم الفطر بيتخصص في انتاج جراسيم مجابة وجزء اخر بيتخصص في انتاج جراسيم سالبة وبيحدث التكاثر الجنسي وتباين الميسيليم بيؤدي الى ظهور سلالات جديدة من الفطر ولذلك لازم نستمر في استنباط اصناف مقاومة لامراض الاصداء لو قالك علل ضرورة الاستمرار في استنباط اصناف مقاومة لامراض الاصداء هتقول اللي جابه في كلمتين نظرا لوجود ظاهرة تباين الميسيليم حتى السؤال هنا هو لذلك يلزم استنباط اصناف جديدة باستمرار لمقامة فطرات الاصداء لاحتمال ظهور السلالات جديدة نظرا لوجود ظاهرة تباين الميسيليم بعض الاصداء بتوصف بانها طويلة الدورة حيث يتكون خلالها خمس انواع من الجراسيم تبدأ بالجراسيم البكنية ثم الجراسيم الاسدية ثم الجراسيم اليوريدية ثم الجراسيم التليتية ثم الجراسيم البازيدية والبعض الاخر بيوصف انه قصير الدورة حيث السابقة دورة حياة مرض الصدق الساق الاسود في القمح هناخدها كمثال اعزاء الطلبة والطلبات لدورة حياة نموذجية لفطرات الاصداء بتبدأ بالطور البكني والاسيدي واليوريدي والتليتي واخر حاجة اللي هو الطور البازيدي هناخد اول حاجة اللي هو الطور البكني الطور البكني بيوجد على السطح العلو للأوراق وبيظهر في صورة وعاء البكني دوراق الشكل بيسمى بالبعاء البكني زي ما انتم شايفين في الصورة معنا النوع الثاني اللي هو الطور الاسيدي ده بيبقى على السطح السفلي للأوراق وهو بيشبه الفنجان المقلوب ولونه بيكون برتقالي عادة الطور الثالث اللي هو الطور اليوريدي والجراسيم اليوريدي والطور الرابع اللي هو الطور التليتي زي ما انتم شايفين الجراسيم التليتي بيكون الميسيليم اليوريدي في نهاية الموسم في بصارات تليتي بتنشأ مكان البصارات اليوريدية او في اماكن منفصلة الجرسم التليتي بتكون ذات نواتين زي ما انتم شايفين في الصورة ادي نواة ودي نواة تانية وقد تكون نواة وحدة الخلية جالسة مثل صدق الكتان او بتكون معنقة زي صدق الفول او تكون الكتان او الفول او تكون معنقة زي بتكون من خليتين زي صدق الساق الاسود في القمع عندنا صدق الخصاص العامة او المثال هو الطور البازيدي والجراسيم البازيدية زي ما انتم شايفين ده الحامل البازيدي بيحمل عليه الجراسيم البازيدية الخصاص العامة بقى للفطريات بيتنقسم الفطريات زي ما أنا أقول لكم من شوية فطريات بتبقى محاديت العائل وفطريات أصداء صنوية العائل الأصداء صنوية العائل عندنا مثلا زي صدق الساق الأسود في القمح العائل الثاني بتاعه بيكون نبات اسمه نبات البريباري والعائل الأساسي نبات القمح الصدق الأصفر العائل الأساسي بيكون القمح والعائل الثاني بيكون غير معروف النوع الثالث اللي هو الصدق البرتقالي العالي الثاني بيكون نبات السليكترام والعالي الأساسي بيكون نبات القمح بعد كده هناخد التخصص الفيسيولوجي يعني كل سلالة من سلالات الفطر بتكون متخصصة في إصابة نوع معين من النباتات وفي سؤال زي ما نقول لكم من شوية ضرورة للصنباط فيه استنباط أصناف جديدة للقمح نظرا لإحتمال ظهور سلالات جديدة نتيجة لظهر التبان والميسيليم في فطريات الأصدار وحدوث تهجين بين السلالات الفيسيولوجية الموجودة هناخد أول مرض عندنا اللي هو صدق الساق الأسود في القمح المسبب فطر بازيدي والظروف الملامة جاو دافي ورطوبة عالية الجاو الدافي وإحفاظه عشان صحه غلط واختر جاو الدافي ورطوبة العالية وهو من الفطريات سنائية العقل الزيام دورة حياته على عائلين مختلفين الطور الباكني والأسيدي بتكون على نبات البري بري وخلي بالكم ده نبات مش موجودة عندنا في مصر لكن الفطر بتنتقل الجراسيم عن طريق الرياح أو على الحشاش النجلية أما الطورين اللي هو اليوريدي والتليتي بيكون موجود على نبات القمح مصادر العدوة بقى خلي بالكم من مصادر العدوة إما الحشاش النجلية وإما الرياح اللي بتهب على مصر من بلاد أخرى دافئة زي كينيا والحبشة والسودان أو عن طريق الجراسيم اليوريدية اللي بتنقلها الرياح من المناطق الشمالية زي سوريا ولبنان والعراق وشمال أفريقيا ودول البحر ودول البحر المتوسط الأعراض بقى ركزوا في الأعراض بقع مستطيلة خلي بالكم من كلمة مستطيلة صفراء باهتة في مكان الإصابة على أعضاء النبات وتكسر على الأغماد والساق بيعقوبها ظهور بصرات صغيرة لونها بني أو بني محمر تتحول على الجراسيم التلاتية خلي بالكم من العرض الثاني ده ده معانا في الثلاث أمراض في نهاية الموسم ترتفع درجة الحرارة وبيزداد النبات في النضج وبيتحول لون البصرات اليوريدية إلى اللون الأسود نتيجة تكون الجراسيم التلاتية داخل اللي إيه البصرات التلاتية طبعا الأعراض زي ما أنتم شايفين تصدق الساق الأسود في القمع زي ما أنتم شايفين على الساق وعلى الأوراق بتاعت النبات ودج رسومة التلاتية زي ما أنتم شايفين المكافحة زراعة أصناف مقاومة تتماز بالسبات لفترة طاولة تحت ظروف الحق الزراعة في المعاد الموصى به العناية بعملات الخدمة اللي هي الحرط والعزيك والتسحيف والتسميد كل دي بتؤدي إلى تقليل الإصابة استعمال تقاوي من مصادر موسوك بها زي محطات التقاوي استعمال المبدات الآمنة والموصى بها من قبل وزارة الزراعة وذلك في الحالات الوبائية فقط بهدف الحد من دشار وتطور الإصابة لتقليل مستوى الفاقد إلى أقل مستوى إيه ممكن الصدق الأصفر أبوله على الصدق المخطط في القمح المسبب فطر بازيدي وظروف الملامة لانتشار المرض الحرارة المنخفضة اللي هي حوالي 13-15 درجة موية ورطوبة مرتفعة والعائل التاني زي ما قلت لكم من شوية بيبقى غير معروف وترتيب ظهور الإصابة بالأصداء الصدق الأصفر في بداية الموسم يليه الصدق البرتقالي ثم في نهاية الموسم بتاع القمح بيكون الصدق الأسود في القمح يعني خلي بالكم من صح وغلط أول حاجة بتصيب القمح الصدق الأصفر بعدين الصدق البرتقالي وفي نهاية الموسم يعني وجود مثلا السنابل ده بيكون فيه الصدق للساق الأسود في القمح الصدق الأصفر أو المخطط في القمح خلي بالكم مخطط يعني البصارات بتكون بيضية وبتكون موجودة متوازية للعرق الوسطي فين في الورقة وفي نهاية الموسم تتحول البصارات التلتية إلى اللون الأسود وذلك نظر لنتكون بجراسيم الآيه التلتية وخلي بالكم بقى اللي بميز الجرسومة التلتية للصدق الأصفر إن قمتها بتكون مشطوفة إن بينما فيه الصدق الأسود بتكون مدببة القمة ودي طبعا بالصور أعراض الإصابة بالصدق المخطط في القمح خلي بالكم أول بصارات بيضية الشكل بتكون موازية للعرق الوسطي عشان كده سموه الصدق المخطط وجرسومة التلتية شايفين مشطوفة الحفة النوع المكافحة زراعة أصناف مكاومة مثل الصنف ساخة 61 تبكير في الزراعة ويمكن مكاومة هذا المرض برش النباتات فورة ظهور الإصابة في الحقل بالمبادات الجهازية أو المركبات النحاسية التي توصي بها وزارة الزراعة النوع الثالث والأخير من فطرات الأصدق صنوية العائل اللي هو الصدق البرتقالي أو صدق الأوراق في القمح المسبب فطر بزيدي والظروف الملامة لانتشار المرض رطوبة المرتفعة ودرجة الحرارة المعتدلة حوالي 18-20 درجة مقاوية العائل الثاني زي ما أقول لكم من شوية اللي هو نبات السليكترام الأعراض بتظهر البصارات اليورودية بدون نظام على الأوراق مبعصرة يعني وبيكون شكلها مستدير خلي بالكم الصدق الساق الأسود البصارات مستطيلة الصدق الأصفر البصارات بيضية الصدق البرتقال البصارات مستديرة الشكل وبتكون محاطة بهالة باهتة اللون حولها في نهاية الموسم تتحول البصارات إلى اللون الأسود نظرا لتكون الجراسيم الثلاثين طرق المكافحة كما سبق في فطريات الأصداء في مقارنة بقى نعملها لكم بين أصداء القمح السلاسة مظهر البصارات هنا مستطيلة هنا بيضية هنا في الصدق الأوراق أو الصدق البرتقالي بتكون مستديرة هنا بتكون مبعصرة وفي الصدق الأوراق أيضا بتكون مبعصرة بينما في الصدق الأصفر بتكون متوازية ومرتبة في خطوط متوازية للعرق الوسطي لون البصارات في صدق الساق الأسود اللي هي اليوريدية طبعا بيكون أحمر هنا أصفر هنا بيكون برتقالي مكان وجود البصارات استاقوا الأوراق في الصدق الأسود الأوراق فقط في الصدق البرتقالي بتكون أنصال الأوراق الجرسوم التليتية بتكون معنقة وزات خليتين هنا برضو معنقة وذاته خليتين بس قمة الخلية بتكون مشطوفة وهنا برضو قمة الخلية بتكون ايه مشطوفة العقل الثاني في الصدق الساق الأسود في القمح نبات البريباري العقل الثاني في الصدق الأصفر بيكون غير معروف والعقل الثاني في الصدق البرتقالي نبات السليكتران الأصدق وحيدة العقل صدق الفول المسبب فطر بازيدي وظروف الملامة لانتشار المرض جو الراطب نوعا والبارد وهو من الاصداء وحيدة العائل يعني بتقضي دورة حياتها على عائل واحد بداية من الطور البكني والاسيدي بيكون على نبات الفول العراض ظهور بصرات يوريدية صغيرة الحجم بنيت اللون مستديرة نوعا على سطح الاوراق ثم بتظهر بعد ذلك على السوق والسمار بتحول لون البصرات في نهاية الموسم الى اللون الاسود نظر لنتكون الجرسيم التلتية مصدر الاصابة جرسيم يوريدية بتنقيلها الرياح الاعراض زي ما انتم شايفين هو على نبات الفول بصرات يوريدية وفي نهاية الموسم تتحول الى اللون الاسود نظر لنتكون الجرسيم التلتية المكافحة زراعة اصناف مقاومة التبكير في الزراعة في المناطق اللي بيشتدي فيها مرض التبقع المني تجنب الزراعة الكاسيفة ويفضل الزراعة في خطوط طبعا عدم الرأي في نهاية الموسم عشان بيفضل الرطوبة العالية رش النباتات عند بداية الاعراض باحد المطاهرات الفطرية الموسم بها من قبل وزارة الزراعة صدق الفصولية المسبب فطر بزيد ظروف الملامة لانتشار المرض التقس الدافئ والرطوبة العالية واشتداد الرياح ومن الفطريات وحيدة الايه العصدق وحيدة العائل الاعراض بصرات على السطح السفلي الاوراق خلال خمسة ايام من الاصابة تكون على شكل بقع صفراء كترها من واحد الاثنين ملي وتكون بيضاء اللون مرتفعة قليلا عن سطح الورقة مع تقدم الاصابة تتحول للون الاحمر تشبه برادة الحديد وفي نهاية الموسم تتحول الى اللون الاسود نظرا لنتكون الجرسيم التليتية ودي اعراض المرض زي ما انتم شايفينها المكافحة زراعة اصناف مقامة واتباع دورة زراعية مناسبة تخلص من بقايا المحصول بالدفن او الحرق مراعاة مسافات الزراعة وعدم تكسيف الزراعة تجنب الافراط في السماد الازودتي لان السماد الازودتي بيدفع النبات الى تكوين مجموع خضر كسيف وغض مما يسهل من اختراق المسبب المرضي للنبات والرش الوقاية قبل الاصابة بـ 45 يوم من الزراعة وبأحد المبيدات المصابها من قبل وزارة الزراعة وبيكرر الرش من 10 الى 15 يوم كعلاج او رش علاجي اخر مرض عندنا اللي هو صدق الورد المسبب فطر بازيدي والظروف الملامة رطوبة العالية